موسيقى مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حديث الأخبار هنكون معاكم شادي الشاش وأنا ريهام السهلي لمتابعة أهم الأخبار محلين ودولين أهلا يا شادي أهلا يا ريهام وعندنا النهاردة متابعة من خلال برنامج حديث الأخبار لآخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها من مختلف الجوانب وده حيكون من خلال مرسلين وديوفنا وأيضا نبدأ هذه الحلقة بأخبار هذا اليوم نبدأ بالأخبار النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته السيدة انتصار السيسي استقبلوا الرئيس البولندي أندري دودا وقرينته في قصر الاتحادية وأجريت مراسم استقبال رسمية وعزفة السلام الوطني للبلدين ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف لمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا والسيدة قرينته حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حيث رحب السيد الرئيس برئيس أنجي دودا في بلده الثاني مصر معربا عن التقدير للعلاقات الوثيقة بين البلدين والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات وأعرب الرئيس أنجي دودا عن تقدير بلاده الكبير العلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا حيث أعرب السيد الرئيس عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع بولندا في إطار تجمع دول فيشجراد وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام نظرا لأنه يتضمن دولا صديقة ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر من جانبه أعرب رئيس البولندي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر مؤكدا الحرص على الاستمرار في دفع تلك العلاقات في ظل ما تمثله مصر من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتين الشرق الأوسط والبحر المتوسط خاصة ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين في ضوء الصلابة التي أظهرها الاقتصاد المصري تجاه التحديات والأزمات العالمية المختلفة وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية في مصر من فرص استثمارية ضخمة لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما تم التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ وسبو الاستفادة من الخبرات البولندية في هذا الصدد في ظل استضافتها لثلاث دورات سابقة للقمة وتم التوافق كذلك بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالشق الموضوعي للقمة وذلك لدعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع أثار التغير المناخي كما تناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي حيث أوضح رئيس البولندي وجهة نظر بلاده إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها كما استعرض السيد الرئيس وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف سفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق بعد التحية لك سعادة السفير إذن هي زيارة خاصة زيارة هامة للرئيس البولندي للقاهرة اليوم قمة مصرية بولندية على مستوى قادة البلدين برأيك ما الذي تعكسه هذه الزيارة في هذا التوقيت؟ يعني زيارة رئيس البولندي اليوم لمصر بتأتي في توقيت منتهى الأهمية نظراً بالتداعيات السلفية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي العالمي هذا من جانب ومن جانب آخر زيارة رئيس البولندي لمصر اليوم بتعكس أهمية العلاقات المصرية البولندية في هذا الوقت خاصة وأنها الزيارة الأولى لرئيس بولندي لمصر منذ عام 1992 من جانب ثالث هذه الزيارة بتعكس تقدير بولندا رئيساً وحكومةً وشعباً للجهود الدولية الدقوبة التي يوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الازدهار وتحقيق النهضة الاقتصادية في مصر من جانب وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإسريقيا من جانب ثاني زيارة رئيس بولندا اليوم لها أبعاد مختلفة أبعاد اقتصادية وتجارية ويدفادت إلى تعزيز علاقات السبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا وكذلك تعزيز العلاقات بين الدوليين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية المحتاجة نحن لابد أن نشير إلى أن كافة زيارات السيد الرئيس الخارجية واستقسام سياسه لزعماء العالم في مصر زيارات سيد الرئيس ولقاءات سياسه المختلفة مع زعماء العالم بتركز على تعظيم مصالح مصر الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاهتمام بدبلوماسية التنمية الاقتصادية من أجل تعظيم المصالح المصر إذا كنا منتكلم سعد سفير عن تعظيم فعلا المصالح السياسية والاقتصادية لو اتكلمنا فيما يخص هذه القمة تحديدا المصرية البولندية ما هي المكاسب السياسية والاقتصادية لمصر؟ يعني حضراتي خلييني ونشير بداية أن أولا نسبة للناحية الاقتصادية أن مصر ستتطلع باستفادة من التطور ويستخدم الأحراضات أولندا في عديد من المجالات وخاصة تحلية المياه والاقتصاديات المياه والطاقة الشمسية وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا المتطورة في المجال الزراعي ده من جانب من جانب تاني احنا لاحظنا أول نتائج هذه الزيارة أعلان الرئيس البولندي استيناف شركة السيران البولندية لرحلتها إلى مصر بعد توقف أكثر من 13 سنة وده هيؤدي إلى تعظيم التبادل التجاري والاستثماري وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر من بولندا خاصة وأن بولندا بنتبوى المرتبة الخمسة من بين الدول المساطرة للسياحة إلى مصر النهاردة احنا لاحظنا أولا تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ففي مقادمة هذه الاتفاقيات أو مذكر اتفاهم في مجال التعاون الدولي ومراكز التعاون بين مراكز بحوث الزراعية المصرية ونظيراتها في بولندا ومذكر التعاون في مجال الشباب والرياض ومن جانب آخر على هامش الممتدى الاقتصادي الذي تم تنظيمه اليوم على هامش هذه الزيارة تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة شركات وزارة الانتاج الحربي وإحدى الشركات البولندية من أجل استخدام وتحويل المركبات المصرية لاستخدام الغاز بالطبيع هذا فضلا عن مذكرة التفاهم التي تم توقعها بين هيئة الاستثمار المصرية والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة خلينا أشير إلى نوصة في منساء الأهمية وهو التنصيق والتعاون مع بولندا لشأن استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ بنوبمبر القادم خاصة أننا نتطلع للاستفادة من خبرات بولندا في هذا الشأن خاصة وأن بولندا سبق له أن استضافة قمة المناخ في 2008 وقمة المناخ في 2013 وقمة المناخ في 2018 هي كوب 24 في 2018 فهناك تعاون وتنصيق بين الجانبين بالنسبة لإستضافة مصر لقوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم هناك علاقات وثيقة متميزة بين الثلاثين وإحنا هنا لابد أن نشير إلى نوصة في منساء الأهمية أن العلاقات الثنائية اشتهدت تطورا ملحوظا وطفرة متميزة منذ أن تباوى السيد الرئيس عبد الفتاح السيتي مسؤولية الحق في يونيو 2014 العلاقات الثنائية متميزة هذا فضلا عن العلاقات المتميزة التي تجمع دول البشترات في فور اللي بتضم هولندا والمجر والشيك والسلوباكيا ومصر وإحنا نتذكر قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيتي في المشارقة في خمة البشترات 2017 و2021 في اعتبار السيد الرئيس عبد الفتاح السيتي أحد رؤساء دول ثلاثة فقط ألمانيا واليابان ومصر اللي تم توجيه الدعوة لها لحضور اجتماعات خمة البشترات بين الدول الأرباع ومصر وده يحكس عمق العلاقات المتجمع بين مصر ومجموعة البشترات الفيفو من جانب والعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وولندا من جانب آخر نحن نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة سفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا لك أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تشرفها باستقبال السيدة أجاثا كورنهاوز قرينة رئيس جمهورية بولندا متمنية لهم قضاء وقت ممتع في بلدهم الثاني مصر وأكدت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن لقاءها مع قرينة رئيس جمهورية بولندا كان حافلا بالمناقشات الثرية حول اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بذوي الهمم وتمكين الشباب والمرأة وأوضحت السيدة انتصار السيسي أن اللقاء تطرق أيضا إلى مبادرة مصر المهمة حياة كريمة والتي تستهدف تغيير وجه الحياة في جميع أنحاء الجمهورية نتبع الآن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية تطورات الأزمة المعلومة المترجم للقناة فاشل الاتحاد الأوروبي مجددا في الاتفاق على حضر النفط الروسي وذلك خلال قمة قادة وزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل قالت رئيسة المفاوضية الأوروبية أصلا بوندلين إنها لا تعلق آمالا كبيرة على إمكانية تجاوز دول الاتحاد الخلافات قال رئيس الوزراء المجري فيكتر أوربان إنه لم يتم التوصل إلى تسوية مقبولة بعد بشأن الحضر الأوروبي على النفط الروسي مطالبا بضمنات حول إمدادات بلاده جاء ذلك خلال تصريحات أوربان على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل قال مكتب الإحصاء للتحادية في ألمانيا إن الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين تسبب في التهام الزيادات في أجور الألمان خلال الربع الأول من هذا العام وأوضح مكتب الإحصاء للتحادية أن الأجور اتفعت بنسبة 4% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام على أساس سنوي إلا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5.8% خلال نفس الفترة ما يعني أن الأجور الحقيقية تراجعت بنسبة 1.8% للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من برلين الزميل العربي مرزوق مراسل أكستر نيوز أهلا بك عربي ويعني كما تبعنا فشل متكرر للقادة الأوروبيين في الحصول على توافق لحظر النفط الروسي كيف رأى الأعلام الألماني ذلك؟ وهل هناك بدائل أمام الدول الأوروبية؟ الحقيقة أرهام يوم السبت الماضي نحن هنا على شاشة اكترا نيوز كنا متوقعين هذا الأمر وأقولنا في الحقيقة أن حسب المحلل الألماني هنا وسائل الإعلام الألمانية نمنا الصعب جدا التوصل إلى رأي نهاي مجمع بين القادة التحدي أوروبيا 27 بحظر النفط الروسي أو شراء النفط الروسي داخل التحدي الأوروبيا الحقيقة يعني النهاردة خرج تصريحين في نفس الوقت من قائدين ألمانيين مختلفين عن بعضهم البعض الأول مستشار الألماني أولاف شولز الذي قال في تصريحات لإقراءة الثانية الألمانية أنه متفائل جدا بالوصول إلى حل واتفاق دول التحدي الأوروبيا في نفس التوقيت خرجت أرسول فوندلاين رئيس المفوضية الأوروبية وهي ألمانية أيضا وكانت وزيرة الدفاع الألمانية وقالت حسب أيضا معقارة قناة أكسترا نيوز وتصريحات أرسول فوندلاين أنه منصاب الوصول إلى حل في هذه الأثناء رأي مجمعا لدولات أوروبيا لحظر النفط الروسي أنها لا تؤمن بإيجاد حل سريع للنزاح حول هذا الأمر هي أراء مختلفة بين قادر التحدي الأوروبيا على رسوم المجر بالطبع رئيس الوزراء أوروبيا بصبع علاقاتها متقاربة بالطبع مع روسيا أنه لا بديل لنفط الروسي الآن لسروباكيا والمجر على سبيل المثال لا يوجد حل في هذه الأثناء لذلك فشلت قادر التحدي الأوروبيا اليوم في الوصول إلى حل النهاية لهذا الأمر وهناك جلسة أخرى غدا ولكن حسب وسائل الإعلام الألمانية صعب جدا الوصول إلى رأي النهائي على الرغم من أن ألمانيا اليوم ألمانيا وبولندا أكد أنه بحلول نهاية هذا العام سوف يكون هناك حظرا ألمانيا بولنديا على النفط الروسي بحلول عام 2022 الجاري هذا حل ثنائي يعني لأن المستشار الألماني أولف شولز كان قد أعرب يمكن قبل انطلاق أعمال قمة الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأنه سيتم التوصل إلى حل جيد كما وصفوا للأزمة الخاصة بحضر الاتحاد الأوروبي المقترح على النفط الروسي إن عاجلا أم آجلا يعني كان يبدو متفائلا في هذا التصريح يعني هل ما زالت ألمانيا عند رأيها بأنه يمكن فرض ذلك؟ الحقيقة الشهادة المستشار الألماني أولف شولز حتى هذه اللحظات متفائلا بأنه ربما غدا أو خلال أسبوع القرى المقبلة سيطفق قادة الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي ولكن بالطبع بالتدبيج هو أقل أن هناك بعض الدول لم يسميها بالطبع ولكن يقصد المكر وصله باكية وما إلى ذلك لا تستطيع الآن إقامة حظر على النفط الروسي لأنها لا يوجد لها بديل حتى الآن والقصد من العقوبات أنه سبب أكثر ضرر للجانب الروسي وليس للدول الأوروبية لذلك ستحدث هناك بعض الإستثناءات وفي الحقيقة المعلومات توضح أن هناك حلة مواصلة ربما مواصلة وصل أليه أن حظر على النفط الروسي الذي سيأتي بسفن إلى دول الإهاتف الأوروبية ولكن النفط الروسي الذي سيأتي إلى دول الإتهاء الأوروبية عن طريق آنبيب ضغط النفط إلى داخل أوروبا لن يكون tub scrutiny Cause we have such an eggs- eggplants و Parrot at Amsterdam ألمانيا واحدة من الدول التي ستستفيد بهذه الاستثناء لأنها جزء من النفط الروسي الذي يأتي للألمانيا يأتي أيضا عن طريق هذه الأنابيب وليس عن طريق السفن ولكن الحل الوسط سوف يكون حظرا على النفط الذي يأتي بالسفن إلى دول الاتحاد الأوروبي ربما في النهاية سيصل على هذا الحل كحل وسط في النهاية ولكن يعني هو ألف شلز متفائل في نفس الوقت أن رسولة فوندرلاين غير متفائلة بالوصول لحل الوسط حتى الآن الأوروبيون يعربي يعانون من ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوك أثر دائي على المواطن الألماني وما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الألمانية للتغلب على التضخم؟ عربي عربي أنا مش عارفة أنت سمعني؟ طيب بني يبدو أننا فقدنا الاتصال بعربي مرزوق على كل حال شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وما زلنا مشاهدين لنتابع التطورات الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تزاود كياب بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا جاءت هذه التصريحات في أعقاب تقارير تفيد أن إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المادة إلى كياب موسيقى 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 وصف ديمتري مدفديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ تصل إلى الأراضي الروسية بأنه قرار عقلاني وحذر مدفديف بأنه في حال تعرضت المدن الروسية للهجوم فإن القوات الروسية سترد بضرب مراكز القرار التي تقف وراء هذه القرارات أدنى المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوب الهجمات الصاروخية التي تشنها القوات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية والمؤسسات التعليمية وعلى المدنيين في دوناتسك وقال بيسكوب إن هذه الهجمات تعد أمرا سيئا وفي وقت سابق أفادت مصادر روسية بمقتل ستة أشخاص وأصابت أربعة عشر أخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لوسط مدينة دونتسك واستهداف ثلاث مؤسسات تعليمية بأسلحة أمريكية تقيلة والآن نذهب إلى هذا الفاصل وبعدها نكمل برنامج حديث الأخبار ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مازلنا نتابع تطورات العملية العسكرية روسية على أوكرانيا حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف أن العملية العسكرية لبلاده في أوكرانيا تسير حزب الخطة وأضف أن تحرير إقليم دونباس يعتبر أولوية غير مشروطة بالنسبة لموسكو شدد لابروف على أن العملية العسكرية تستهدف بشكل حصري المنشآت العسكرية ومناطق نشر الأسلحة والقوات الأوكرانية وأشار في الوقت ذاته إلى أن مستقبل الأراضي الأوكرانية ينبغي أن يقرر مواطنوها أعلنت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وحتى التاسع والعشرين من مايو وبحسب الوزارة فقد تم تدمير 183 مقاتلة أوكرانية و 128 طائرة هليكوبتر عسكرية و 1049 طائرة بدون طيار و 325 صاروخا مضادا للطائرات و 3309 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 447 قاضفة صواريخ متعددة و 1722 مدفعية ميدانية ومدافع هاون بالإضافة إلى 3270 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو حسين مشيك مراسل أكستر نيوز بعد التحية لك حسين إذن دمتري مدبيد بنائب رئيس مجلس الأمن الروسي علق على القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إرسال أنظمة صاروخية إلى أوكرانيا من الممكن أن تصل إلى مناطق في روسيا وأيضا يعني جدد تحذيره من أنه هذا لو حدثها فإن القوات الروسية أو روسيا يعني سترد بضرب مراكز قرار غربية اتخذت هذا القرار لو تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عما قالوا مدبيد نعم بالفعل شادي وصف نائب رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي دمتري مدبيد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم تسليم القوات الأوكرانية صواريخ تستهدف الأراضي الروسية بالقرار العقلاني وأكد مدبيد على أن القوات الروسية ستستهدف مراكز صنع القرار وهذه المراكز لن تقتصر فقط على العاصمة الأوكرانية كيف بل من الممكن أن تستهدف القوات الأوكرانية العواصم الغربية الأخرى مشيرا إلى واشنطن بطبيعة الحال كون أن واشنطن هي التي كانت ستسلم القوات الأوكرانية صواريخ طويلة المدى لاستهداف الأراضي الروسية بالفعل شادي كلام مدبيد اليوم هو تأكيد على أن القيادة الروسية كانت منذ أيام واتخذت هذا القرار بأن تسليم القوات الأوكرانية صواريخ لاستهداف الأراضي الروسية هذا الأمر يجب أن يقابل من قبل القوات الروسية باستهداف مراكز صنع القرار وفي الرسالة السابقة يوم أمس ذكرته على أن القيادة الروسية حددت أن القوات الروسية ستستهدف وزارة الدفاع الأوكرانية في العاصمة الأوكرانية كيف والأمر استهداف العواصم الغربية أو أحد العواصم الغربية أي مراكز صنع القرار هذه المعلومة كانت يوم أمس في الداخل الروسي هنا نسبتها عالية جدا حسب الخبراء والمراقبين القرار الأمريكي اليوم رحب به الجانب الروسي كون أن هذا القرار سيؤدي حتما إلى تخفيف العلاقات المتدهورة بين روسيا والوياة المتحدة الأمريكية من جهتها روسيا رحبت بهذا القرار ودعت الوياة المتحدة الأمريكية إلى الضغط أكثر على الطرف الأوكراني للتفاوض مع الطرف الروسي من أجل حل هذه الأزمة في الوقت السريع أي عبر توقيع اتفاق يغضي بتحقيق كافة الأهداف الروسية لطالما أن الوياة المتحدة الأمريكية لا زالت تفرض ضغوط على النظام الأوكراني وعلى الرئيس زيلنسكي بمنعه من الجلوس على الطاولة وتوقيع اتفاق مع الطرف الروسي هذا الأمر يعني حتما باستمرار العملية العسكرية لأن القيادة الروسية وفي شخصها الرئيس بوتين أكدت على أن هذه العملية سوف تستمر لتحقيق كافة الأهداف التي تم الإعلان عنها في 24 فبراير الماضي وبعد الأيام والسبيع وبعد القرارات الغربية ومد الغرب بالمزيد من الأسلحة والمساعدات العسكرية على أوكرانيا جددت موسكو المزيد من طلباتها إلى الدول الغربية من أجل التوقف عن إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة والمساعدات العسكرية لكن الغرب لم يسمع المطالب الروسية بل على العكس كان كل يوم يمد أكثر القوات الأوكرانية بالمساعدات العسكرية أيضاً روسيا زادت من مطالبها ومن أهدافها في الأزمة الحالية فالقرار الأخير للرئيس بوتين بتوقيع مرسوم يقضي بتسهيل إجراءات حصول سكان زابروجي وخيرسون على الجنسية الروسية حسب ما أكد الخبراء على أن روسيا تريد ضم جميع المدن الأوكرانية التي تم تحريرها من قبل القوميين الأوكرانيين كما تصفهم موسكو هل من أي جديد فيما يخص تحقيق الأهداف الذي تحدثت عنه موسكو وأكد عليه وزير الخارجية الذي قال أن الخطة تسير حسب ما هو مقرراً لها وأنه لا يمكن أن يكون هناك تنازل عن تحقيق الأهداف وتحرير إقليم دومباس هل من جديد حول الوضع الآن في دومباس إلى أي مدى أو كيف تحققت هذه الأهداف أو إلى أي مدى بالفعل تحقق جزء منها بالفعل رهام بالنسبة للعملية العسكرية الروسية اليوم تواصل قوات إقليم لوجانسك التقدم في مدينة سيفردانيتسك هذه المدينة التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الطرفين الروسي والأوكراني طيلت الأيام الماضية اليوم القوات إقليم لوجانسك بدعم من القوات الروسية سيطرت على المدينة بشكل شبه كامل لغاية الآن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد السيطرة الكاملة على المدينة حسب الخبراء بأنه لا زال لغاية الآن يوجد عدد قليل من المقاتلين الأوكرانيين داخل المدينة وزارة الدفاع تعمل على تحرير المدينة بشكل كامل ومن ثم إعلان بشكل رسمي تحرير هذه المدينة من المقاتلين الأوكرانيين بالجهة المقابلة سيطرت القوات الروسية على نسبة على بلدة كامشفاخة إلى ما يصل إلى 90% من البلدة أيضا وبعد استهداف القوات الأوكرانية لأقليم دونيسك يوم أمس وإصابة مدنيين وأدى هذا الاستهداف إلى قتل أكثر من 6 أشخاص اليوم عملت القوات الروسية على دك مراكز تحصن القوات الأوكرانية في مدينة أفديفكا هذه المدينة التي تقع في أقليم دونيسك حسب ما يعتبره السلطة في أقليم دونيسك للحدود الإدارية للأقليم أيضا بالجهة المقابلة وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيانها وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء إيجر كناشينكف أعلنت عن تدمير بطارية أوكرانية مدافع هاوتزر إيطالية الصنع وأيضا بولندا منذ أيام سلمت القوات الأوكرانية عدد من هذه المدافع ما يصل إلى 20 مدفع القوات الروسية تعمل كل يوم على استهداف عدد كبير من المنشآت العسكرية الأوكرانية وبالنسبة للأهداف الروسية بالفعل لغاية الآن تم تحقيق معظم هذه الأهداف كون أن القوات الجوية الأوكرانية لا تعمل تمت إصابتها منذ بداية العملية العسكرية أيضا القوات البحرية الأوكرانية خارج الخدمة حسب تأكيد وزارة الدفاع الروسية بالمقابل الغرب يقوم بمت القوات الأوكرانية بالمزيد من الأسلحة وبالمساعدات العسكرية هذا الإمداد هو الذي يساعد القوات الأوكرانية على مواجهة القوات الروسية بعد تحرير مدينة ماريوبل ومصنع أزوفيستال بشكل خاص تم القضاء على معظم المقاتلين الأوكرانيين الذين تدربوا على الأراضي الغربية والأراضي البريطانية أيضا الآن مع تقدم القوات الروسية في منطقة دنباس فبعد تحرير هذه المنطقة من القوات الأوكرانية هذا الشيء يعطي أهمية خاصة بالنسبة للقيادة الروسية كون أن معظم الذين تدربوا على الأراضي البريطانية تحديدا وعلى الأراضي الأمريكية هم الآن يقاتلون ضد القوات الروسية في منطقة دنباس فبعد القضاء على هؤلاء المقاتلين وتحرير المنطقة عندها سوف يؤدي هذا الشيء إلى تفقق بعض القوات الأوكرانية نظرا إلى القرارات التي يتخذها زيلينسكي حسب الخبراء هنا طبعا على أن زيلينسكي يفرض ويأمر المدنيين في الداخل الأوكراني بحمل السلاح ومواجهة القوات الروسية هذا ما ترفضه موسكو وتدعي زيلينسكي إلى النظر الموضوعي للعملية العسكرية والنظر بشكل موضوعي للتقدم الروسي على الأراضي الأوكراني على جنب آخر حسين نتحدث عن الطاقة والنفط الروسي يعني اليوم أيضا فشل التحاد الأوروبي في فرض هذه الحزمة من الإجراءات الخاصة بحضر النفط والغاز الروسي أيضا شركة جاز بروم على جنب آخر أوقفت إمدادات الغاز إلى هولندا ما هي التصريحات التي تخرج من موسكو بشأن هذه العقوبات التي يحاول الاتحاد الأوروبي فرضها فيما يتعلق بالنفط والغاز الروسي وما هي الدول التي يعني تعتزم روسيا وقف إمدادات الغاز إليها بعد هولندا نعم أعلنت منذ قليل شركة جاز بروم عن توقف إمداد الغاز إلى هولندا نظرا إلى تخلف الأخيرة عن دفع ثمن الغاز الروسي بالعملة الروسية الروبل نعم في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة هناك العديد من الدول ستعلن جاز بروم عن توقف إمداد هذه الدول بالغاز الروسي لتخلف هذه الدول عن دفع ثمن الغاز بالروبل روسيا أعلنت وتنفيذ لمرسوم الرئيس بوتين بتحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى العملة الروبل فأي من الدول الأوروبية تحديدا ستتخلف عن دفع مستحقات الغاز بالروبل حتما شركة جاز بروم ستوقف إمداد هذه الدولة بالغاز الروسي أما وبالنسبة جديدة من العقوبات على النفط الروسي وعلى الغاز الروسي هذا كان بالنسبة للقيادة الروسية أمرا حتميا لأن لا يمكن للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النفط الروسي كون أن الاتحاد الأوروبي هو بحاجة إلى النفط من روسيا أكثر من الحاجة الروسية إلى السوق الأوروبي 40% من الاقتصاد الألماني هو قائم على النفط من روسيا وعلى الغاز من روسيا. أيضا المجر هي أيضا تحتاج بالنسبة كبيرة إلى النفط من روسيا. سلوفاكيا أيضا بالمقابل تحتاج إلى نسبة كبيرة من النفط من روسيا. النفط المغاير للنفط الروسي يحتاج إلى وقت كبير شادي. وأسعار هذا النفط ستكون مرتفعة جدا مقارنة مع أسعار النفط الروسي. لهذا الشيء القيادة الروسية كانت على علم وعلى دراية على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يفرض حذر على النفط الروسي. وبالمقابل أيضا القيادة الروسية تعمل على تأمين أسواق بديلة للأسواق الأوروبية والزيارات التي يقوم بها. وزير الخارجية سيرجي لفروف تأتي في هذا الإطار لتعزيز شراكة التعاون بين روسيا وبين عدد من الدول الصديقة. والزيارة الأخيرة للوزير لفروف إلى الصين تأتي تأكيدا على تعزيز الشراكة والتعاون بين روسيا وبين الصين تحديدا في مجال النفط والغاز. فهناك عقود أبرمت بين شركة جازي بروم الروسية وبين شركات صينية على تصدير 90 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا باتجاه الصين عبر منغوليا. هذا الأنبوب يتم تجهيزه الآن في روسيا. في حال تم توقيع المزيد من الاتفاقيات بين روسيا وبين الدول الصديقة الأخرى هذا الأمر حتما سيؤدي إلى ردود إيجابية على الاقتصاد الروسي وسيؤدي حتما إلى ارتفاع العملة الشرائية العملة الروسية الروبل وهذا ما نشاهده الآن ارتفاع كبير للعملة الروسية أمام العملة الأجنبية. العملة الروسية اليوم ارتفعت بنسبة كبيرة. هذا الارتفاع لم تلامسه العملة الروسية منذ العام 2019 وحتى العام 2018 هذا الارتفاع أتى فورا بعد قرار الرئيس بوتين بتحويل مدفوعات الغاز إلى العملة الروسية الروبل من نسبة للعملة الروسية تحديدا وارتفاع العملة وزير المالية الروسي قال إن روسيا ستدفع التزاماتها الدولية بحسب السندات الدولية وبالروبل مرضود ده إيه على الروبل وأيضا هل هناك قرارات اقتصادية أخرى تتخذها روسيا تم الإعلان عنها بالنسبة للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الروسية ردا على العقوبات الغربية لغاية الآن لا يوجد أي إجراءات جديدة ردا على هذه العقوبات فقط الحكومة الروسية لغاية الآن إجراءاتها تقتصر فقط على امداد وتعويض الشركات الصغرى والمتوسطة وتقديم الدعم المالي لهذه الشركات إضافة إلى دعم قطاعي الزراعة والصناعة بمبالغ طائلة من خزينة روسيا الاتحادية من خزينة الرئاسة الروسية أيضا بالمقابل الحكومة الروسية تقدم قروض متدنية جدا لموظفي شركات التكنولوجيا والمعلومات إضافة إلى إعفاء بعض الشركات من نظام الضريبة لمدة ثلاث سنوات وشركات أخرى يتم إعفاءها لغاية نهاية العام بالمقابل أيضا وإمكانية تسديد روسيا لديونها الخارجية هذا الأمر حسب ما أعلنه وزير المالية روسيا ستسدد ديونها بالعملة الروسية الروبل هذا الأمر يأتي على أن روسيا اتخذت القرار بأن تعاملها مع الدول الغير صديقة سيكون حتما بالعملة الروسية الروبل بالرغم من وجود حجم أو كمية كبيرة من العملة الأجنبية بالداخل الروسي نظرا إلى شراء الدول الأوروبية وبعض الدول الأوروبية لألغاز الروسي منذ الأول من أبريل بالعملة الأجنبية وتحويل هذه العملة إلى العملة الروسية الروبل أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة حسين مشيك مراسل أكستر نيوز كنت معنا من العاصمة الروسية قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن روسيا خسرت المعركة ليس فقط من أجل خاركيف وكييف وشمال أوكرانيا لكنها فقدت بالفعل مستقبلها وجميع الروابط الثقافية مع العالم واتهم زيلنسكي روسيا بتدمير واسع النطاق لمدينة سيفردونتسك في إقليم دونباس مضيفا أن أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لردع الهجوم قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أليكزاندر مودزانيك أن القوات الروسية نقلت قصرا نحو ثلاثة آلاف أوكراني من بينهم ثلاثمائة طفل ونقلتهم إلى ما وصفه بمعسكر تنقية بالقرب من مدينة ماريوبل وقال أيضا أنه يتم استجواب المواطنين الأوكرانيين وتعذيبهم وتهديدهم بالآعدام وارغمهم على تعاون مع موسكو كما أضف أن القوات الروسية تواصلوا هجماتها على منطقة العمليات الشرقية لفرض سيطرتها الكاملة على أراضي دونيسك ولوغانسك أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا نظيرته الفرنسية كاترين كولون في العاصمة كييف وزار الوزيران نصبا تذكريا لضحايا المعارك في دونباس وكانت الوزيرة الفرنسية قد زارت بلدة بوتشا الواقعة على أطراف العاصمة كييف في خطوة تهدف إلى إظهار الدعم الأوكراني لمزيدا من التفاصيل ينضم إلينا من كييف الزميل محمد الزاوي مراسل أكشتر نيوز محمد أهلا بك محمد وإطلعنا على التفاصيل الخاصة بزيارة الوزيرة الفرنسية برفقة وزير الخارجية الأوكراني لبوتشا ولغيرها من المناطق ما هو الذي أو ما الذي تم تناوله خلال هذه الزيارة ما هي التفاصيل الخاصة بها نعم مساء الخير الزيارة طبعا هي الأولى من نوعها للوزيرة الفرنسية خاصة أنه جاءت بعد عشرة أيام فقط من تعيينها في هذا المنصب وكذلك جاءت في وقت تحتاج فيه أوكرانيا إلى مزيد من الدعم الغربي سواء الدعم السياسي الدعم الاقتصادي وكذلك الدعم العسكري الوزيرة الفرنسية كانت قد زارت مدينة بوتشا كما ذكرت في ضواحي العاصمة الأوكرانية كيف هذه المدينة التي عرفت مجازر يتهم فيها طبعا الجانب الأوكراني القوات الروسية بارتكابها هناك أبرز ربما نقاط المحادثات تناولت المسائل المتعلقة بالدعم العسكري لأوكرانيا بمزيد من الأسلحة وكانت فرنسا أيضا قد وافقت على تقديم العديد من الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا الأمر الآخر أيضا الدعم الاقتصادي الجانب الفرنسي عبر عن استعداده لإمكانية المساهمة في إعادة إعمار المدن الأوكرانية المتضررة من هذه الحرب الأمر الآخر هو أيضا تناول قضية العقوبات على روسيا الحزمة السادسة للعقوبات الأوروبية وكذلك مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والتي فيها نوع من الريبة في صراحة من قبل الجانب الأوكراني تجاه الفرنسيين وما بات يسمعه من تصريحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لذلك شكلت لديهم كل هذه التصريحات يعني شكوك بشأن الموقف الفرنسي حول قضية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي الأمر الأساسي الآخر هو قضية الدعم الأوروبي للاقتصاد الأوكراني للسيول المالية وإمكانية تبني شريحة جديدة من المساعدات المالية للاقتصاد الأوكراني الذي يعرفه صعوبة كبيرة في هذه الفترة طيب هناك عدة تصريحات يعني يرىها بعض المراقبين محبطة للجانب الأوكراني يعني كالتصريح الذي خرج من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة لن تزاود أوكرانيا بأنظمة صاروخية من الممكن أن يصل مداها إلى الأراضي الروسية يعني كيف يعني كان رد الفعل الأوكراني تجاه هذه التصريحات خاصة وأن أوكرانيا تطلب مرارا وتكرارا الدول الغربية بإرسال أسلحة هجومية لها فعلاً الرسائل المحبطة يبدو أنها تكررت خلال الأيام الأخيرة ليس فقط يا ربما آخره هي تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن وقبلها كانت تصريحات أوروبية وكذلك تصريحات وزير الخارجي الأمريكي هينريكي سينجر بضرورة التنازل الجانب الروسي أيضاً في فشل الاتحاد الأوروبي في قضية تبني الحزمة السادسة أيضاً من العقوبات على الاتحاد الأوروبي وإمكانيات فضل حضر النفط الروسي كلها ربما رسائل محبطة للجانب الأوكراني يحاولون التعامل معه هنا في كييف بنوع من الواقعية ويبحثون عن طرق بديلة لإمكانية ربما الدفاع عن بلادهم كما يقولون واليوم سمعنا تصريحات تقول بأنه يجب في المقام الأول التركيز على المقاومة العسكرية وكل شيء بات متعلق ربما في أيدي القوات الأوكرانية خاصة تلك المتمركزة في المنطقة الشرقية هذه الرسائل كانت مع بداية الحرب الروسية وفي بداية الأسبوع الأولى لهذه الحرب حيث كانت العديد من الدول الأوروبية منها حتى الغربية الولايات المتحدة وغيرها كانوا يرفضون تقديم أي أسلحة للجيش الأوكراني ويقول الأوكرانيون بأن مقاومتهم ودفاعهم عن بلادهم ربما هو ما دفع الكثير من الدول الأوروبية إلى تغيير موقفها كان آخرها ربما الموقف الألماني في هذه القضية كيف استقبل المسؤولون الأوكرانيون محمد فشل الاتحاد الأوروبي في الوصول لاتفاق يحضر النفط الروسي وذلك خلال قمة قادة وزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل نعم بالنسبة لكثير من المسؤولين وإن لم يعلنوها صراحة كان الأمر متوقعا باعتبار ما رأوه ربما من إشارات خلال الأسبوع الأخير بشأن هذه القضية وخاصة العوائق التي وضعتها المجر في هذه القضية وكانوا يرون أن هناك استحالة لتبني ربما هذه الحزمة السادسة مجملة بما فيها مقاطعة النفط الروسي لكن ربما بقى لديهم بصيص أمل وهو ما دفعهم ربما للضغط وفق ما يقول العديد من الخبراء هنا لم يكن لديهم ما يخسروا إلا محاولة الضغط من جديد وإقناع الأوروبيين بأن الجانب الأوكراني لا يدافع فقط عن أراضيه وإنما يدافع عن القارة الأوروبية وبأنه في الخطوط الأمامية ربما لهذه الصراع لحماية كما تقول أوكرانيا حماية القارة الأوروبية الرئيس الأوكراني زيلنسكي اتهم روسيا يمكن بتدمير واسع النطاق لمدينة سيفيرو دونسك في إقرين دونباس أيضا قال الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا بتبدل كل ما في وسعها لردع هذا الهجوم هل ما زالت أوكرانيا تأمل في استعادة هذه المدينة من أيدي القوات الروسية؟ شادي ما تشير إليه التقارير الأوكرانية في الحقيقة أن المدينة لا زالت فعلا تحت السيطرة الأوكرانية سيفيرو دونس ما تعترف به هو دخول ربما أو إحاطة القوات الروسية بالجهتين الشمالية الشرقية وكذلك الجنوبية الشرقية في هذه المدينة مع التأكيد أيضا على سيطرة القوات الروسية على أحد الفنادق في ضواحي هذه المدينة القتال مستمر على مدار الأيام الماضية هناك اعتراف ضمني بأن البنية التحتية المدنية قد دمرت بالكامل هناك حديث عن تدمير واسع للمباني في هذه المدينة وغيرها لكن الصراع مازال متواصلا القتال مستمر على مدار الساعة هناك محاولات لدخول قوات روسية مغطاة طبعا بالقصف المدفعي والقصف الجوي لكن ما نراه اليوم هو يعني الجانب الأوكراني يقول بأنه ما زال يسيطر على هذه المدينة رغم اعترافه طبعا بصعوبة المهمة في ظل طبعا الدفع بالمزيز من التعزيزات الروسية خاصة خلال الأربعين والعشرين ساعة الماضية أيضا ما يمكن الإشارة إليه في المعركة القائمة الآن في سيفيرو دونيسك وفي إقليم لوهانسك هو أن الصراع اليوم والمعارك تركزت أيضا في الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة ليسي تشانسك وكذلك بخموت هذا طريق استراتيجي لأنه يمد الدعم للقوات الأوكرانية ويدعم اللوجستي طبعا وأيضا كان محاولة من الجانب الروسي ولازال طبعا يسعى إلى السيطرة على هذه الطريق من أجل قطع الإمدادات اللوجستية للوحدات الأوكرانية سواء أن تكون متمركزة في سيفيرو دونيسك أو في ليسي تشاسك لذلك ربما نحن أمام ساعات الساعات المقبلة ستكون حاسمة في ظل هذه المعركة واجتداد الصراع بينها وبين القوات الأوكرانية وكذلك القوات الروسية نعم محمد تصريح خطير للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية قال فيه أن القوات الروسية نقلت قصرا 300 مواطن أوكراني بينهم أو من بينهم 300 طفل إلى معسكر أو ما وصفه بمعسكر تنقية وأنه يتم تهديد المواطنين الأوكرانيين بالإعدام ويتم تعذيبهم ويتم إرغامهم على التعاون مع موسكو هل من تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟ نعم إذا صدقنا طبعا التصريحات الأوكرانية وكذلك المسؤولين الأوكرانيين طبعا هذه ليست بجديدة هي بدأت قبل مسألة ماريوبول في إقليم الدنباس بعمومه حيث أجبر الكثير من المواطنين الأوكرانيين كما يقول هنا المسؤولون على التوجه إلى الأراضي الروسية ويتم تصفيتهم في مراكز خاصة وينقلون إلى المناطق البعيدة في روسيا سواء في سيبيريا أو غيرها الجانب الأوكراني يقول بأن لديه إحصائيات ربما تزيد عن أو تقارب أو تزيد عن المليون مواطن تم ترحيلهم منذ بداية هذه الحرب هناك بعد السيطرة الكاملة للقوات الروسية على مدينة ماريوبول أيضا يتم الحديث عن هذه المسألة ويتم الحديث عن مركز لتصفية موجود في مدينة ماريوبول يتم من خلاله إجراء تحقيقات مع المواطنين الضغط عليهم وهناك طبعا اتهامات لحد الساعة طبعا هذه تقارير أوكرانية في الأول والأخير يقول مثلا مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان أنها تجمع الكثير من الحقائق والكثير من التقارير التي سيتم تقديمها إلى المنظمات الدولية للتعامل معها على أنها جرائم حرب وجرائم فد الإنسانية ما هو الجديد محمد فيما يتعلق بالمحاولات الأوكرانية لتصدير الحبوب إلى الخارج؟ يبدو الأمر صعب والمحاولات مستمرة والضغط في هذا الاتجاه قائم محاولة طبعا مع شركاء أوكرانية الدوليين سواء كانوا في الدائرة الأوروبية والغربية وحتى في الدول الأخرى كنا شاهدنا قبل أيام محادثات لوزير الخارجي الأوكراني مع نظره السعودي وكذلك محادثات مع العديد من المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وكذلك إفريقيا لأن الجانب الأوكراني يرى أن المتضرر الأكبر هي العدد من الدول العربية التي تحتمد على القمح والحبوب الأوكرانية وكذلك العديد والكثير من البلدان الإفريقية ولذلك ربما يريدون أن يكون لها دور أيضا في إمكانية رفع الحظر المفروض على الموانئ الأوكرانية وإمكانية تصدير المنتجات الحبوب الأوكرانية التي هي بالملايين موجودة على الأراضي الأوكرانية طبعا لحد الساعة لا يوجد حل نهائي لأنه بقى الأمر الآن في يد الجانب الروسي الذي يسيطر ربما فعليا على الطرق البحرية سواء في بحر أزوف أو في البحر الأسود الطرق البديلة عبر المناطق الغربية لأوكرانيا ومنها إلى الدول الأوروبية وإلى دول أخرى يبدو صعبا لكنه ليس مستحيل وهناك طبعا سيناريو من هذا القبيل يتم النظر فيه هناك طريق آخر يتم النظر فيه وربما بدأ تصدير بعض المنتجات عبره وهو عبر الموانئ القريبة من رومانيا التي ربما استخدمت خلال الأيام الماضية لهذا الغرض ولكن يقال أن السكك الحديدية المؤدية إلى هذه الموانئ غير مهيئة إلى الآن طبعا هناك العديد من الصعوبات اللوجستية التي يجب أن يتعامل معها الجانب الأوكراني لكن ربما في ظل المخاوف الأمنية والحرب الدائرة سيكون من الصعب أن يتم هذا بالسرعة المطلوبة في هذه المسألة نعم محمد ماذا عن الوضع الميداني خصوصا أن ممثل القاعدة البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قالت أو قال أن الأوضاع في ميناء ماريوبول البحري وفي منطقة مصنع أزوفستال هو أمر هذا وأنه تحت استيطرة ميدانيا ما هو الجديد ما هي المناطق التي يعني يحتدم فيها الصدام الآن بشكل سريع يا محمد نعم ريهام إذا قرأنا ربما التقارير الواردة من قبل الهيئات الأوكرانية العسكرية والمدنية من مختلف المناطق تظهر خارطة الصراع محورية في المنطقة الشرقية في إقليم الدنباس في الساعات قليلة الماضية تركز الصراع أصلا في محيط مدينة سيفيرو دونيسك التي تسعى القوات الروسية إلى السيطرة عليها أيضا في مدينة ليسي تشانسك المجاولة وفي طريق الرابط بينها وبين كذلك بخمط الأمر الآخر طيب لا تسعى الوقت لي يعني مناقشة كل هذه الأمور الميدانية ولكن بالتأكيد في خدمات أخرى نواصل شرح ماذا يحدث على الأرض بشكرك محمد الزاوي مراسل أكسل نيوز من كياب شكرا لك والآن فاصلوا بعد الفاصل حديث الأخبار مستمر وهيكون معكم شادي شاش ودكتور أشرف سينجر انتظروه أهلا بكم من جديد وهذه القراءة في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية مع ضيفي عبر سكايب الدكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقناة أكسل نيوز بعد التحية لك دكتور أشرف إذن يمكن مجموعة من المتغيرات نناقشها معك في هذا الحوار أولا الحزمة الجديدة من قبل الاتحاد الأوروبي لحضر النفط والغاز الروسي فشلت هذا فشل متكرر فيما يتعلق بالنفط والغاز الروسي وقع هذا الفشل على الدول الأوروبية وعلى روسيا ربما يكون الفشل ده بيرجع إلى الماجر باعتبار أن لغة الماجر كانت قوية بأنها لن تسمح بفرض العقوبات السادسة اللي فيها بيحصل فيها حزر كبير على النفط والغاز الروسي يمكن بعض الأوروبيين المجبرين بينهم يتفقوا مع الكلمة الأوروبية رأوا في هذا الاعتراض المجاري فرصة للتقاط الأنفاس كي يرتبوا أوراقهم خافا من زيارة في التضخم وارتفاع في الأسعار خافا من ركود ولكن تظل الورقة الأوروبية أو الكلمة الأوروبية قوية إلى نهاية 2022 سيكون العمر مختلفا مع بداية العام القادم ولكن هذا عمر متوقع بأن الرغبة في استمرار النفط والغازر الروسي طبعا يقاطب هوا كثير من الدول الأوروبية خافا من التعرض للأزمة والتالي فيه سياسات طبعا حطبها من بروكسيل في الفترة القادمة ربما كان فيه استثناء عن تشيك، سلوفاك، الماجر ولكن ليس كل الدول طبعا ستعتمد على النفط الروسي بل أنها ستمتنع وخصص الدول ومشكلة دكتور أشرف أنه مثل هذه القرارات تتطلب إجماع أوروبي لا يوجد هذا الإجماع إلى الآن آه طبعا بالتأكيد بس فيه دول نبرتها حد جدا وهي دول قوية في الاتحاد الأوروبي أو في حلف الأطلنطي الاتحاد الأوروبي مثلا عندنا ألمانيا كانت طبعا قالت كلام قوي جدا في أنها طبعا بتدورها المصادر تانية بدائل الدول زي فنلندا طبعا السويد يعني أنا قصدي أن المجموعة من الدول التي تستشعر بأنها لن يمكن أن تكون تحت نجاح القطة الروسية باغتحام أو بغزو دولة أوكرانيا وبالتالي يظل الأوروبيين يتهجرون ويدفعون مليار دولار يوميا إلى الاقتصاد الروسي لتشجيع الرئيس بوتن على أنه يغزو دولة أخرى غير أوكرانيا هو ده التحدي اللي بيتكلم عليه كل المحللين والسياسيين في الوطن المتحدة في بريطانيا نعم طبعا في المجتمع الأوروبي طبعا عدم إعطاء بوتن فرصة ذهبية على أن يكرر شبك جزيرة القرم يكرر أوكرانيا ويكرر بولندا أو أي دولة أخرى ولكن يبدو أن روسيا ماضية في قراراتها وإجراءاتها يعني أيضا روسيا قطعت الإمدادات عن هولندا طبقا لما قالته جاز بروم الروسية وأيضا تصريحات هولندا نفسها آه طبعا هي طبعا وفي سياسة العصى والجزرة بالنسبة للدول التي ما زالت متمسكة بالدفع بعملة غير الروبل بتدفع الثمن بأنه يتم القطع الغاز أو عدم توريد البترول بالنسبة لها ولكن الاتحاد الأوروبي بيتعور دايما على مصادر ومدائل كي يخفف من وطع زي الأزمة ولكن هل هناك أزمة ستواجه فولندا أو تواجه فنلندا جراء هذا القطع طبعا بالتأكيد نعم هنا بيبدأ المجتمع الأوروبي يتحمل أو يتدخل في موضوع العمل الجماعي ولكن أنا في تصوري أن بروكسل لن تكون حازمة مع كل الدول التي ممكن أن تخلف قرارات الاتحاد الأوروبي خلال الـ 22-22 مع برعاية الـ 23 سيكون لها كشارسة جدا ضد المجر وضد أي دولة تستطيع أنها تبدأ في التعامل مع الغاز أو النفط الروسي الأمر لم يتوقف فقط عند الغاز والنفط الروسي بل أعلنت روسيا أيضا أنها ستبيع الحبوب التي تصدرها بالروبل الروسي كل هذا يعني البعض يرى يمنع الاقتصاد الروسي من الانهيار لأن الروبل عندما يتم الدفع به فيما يتعلق بالحبوب أيضا فهذا يعزز ويقوي من العملة الروسية بالتأكيد وده طبعا كان التوقع أن طبعا كان فيه تقييم حصل بأن الرئيس بوتن يعني قدمها للغرب كثيرا من الحال الخداعية اللي دفعتم لدفع الثمن الآن بعد المواجهة الأوكرانية وده عمر بيجعل دايما كلمة الخداع في السياسات الدولية كلمة لا تقتفر لأنها قوية وبالتالي في ظني أن العمل الجماعي لمواجهة التحاد الروسي سيكون قويا ومستمرا وغير منهورا ولكن 22 تمثل لنهايتها عاما قويا للاقتصاد الروسي باعتبار أنه يملك مقدمة السباق الآن ولكن دائما الخاتمة أو نهاية السباق هو من سيحدد من استطاع أن يستمر أو ينكسر إذا استطاع أن يستمر الرئيس بوتن فبالتأكيد سنكون أمام مشهد مختلف في النظام الأمن الأوروبي لكن كل المشارات بتقول أن الوضع الاقتصاد الروسي سيعاني من أزمات كبيرة حينما يتوقف الأوروبيين عن استيراد الغاز والنفط من روسيا وهذا أمر يبدو أنه تم الاتفاق عليه ولكن الجديد فيه النهاردة لتأكيد هذه المقولة أن حلف الأطلنطي يتحدثوا الآن بشكل مباشر على أنهم سيبدأون يبقى فيه تدخل أكثر في الفترة القادمة ليس الدول بعد الوقت ربما الحلف يبدأ يفتح أودسا يعطي للأوكرانيين فرصة للتصدير ولن يترك أوكرانيا فريسة لأن حب بيها وغلاليها تظل حبيسة وأن تدار من قبل روسيا وأن تكون روسيا مسيطر على الحبوب وعلى النفط وعلى الغاز هذا أمر يمثل تحديا كبير في نقطة أخرى الوقت المتحدة ربما ستؤجل إرسال السواريخ إلى أوكرانيا التي ممكن أن تطال موسكو يعني هو مصادر في هذا الشأن ليست يعني تأجيل الولايات المتحدة قالت أنها لن تزود كييف بأي أنظمة صاروخية من الممكن أن تصل إلى روسيا والحقيقة أنه كان هناك رد روسي على ما قاله الرئيس الأمريكي من ديمتري مدبيد بنائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي قال أنه هذا القرار الأمريكي هو قرار عقلاني لأنه حضر أيضا في نفس الوقت من أنه إذا أي أنظمة صاروخية ضربت أي مدن روسية فإن روسيا سترد بضرب مراكز القرار التي تقف وراء هذه القرارات هذا طبعا تساعد كبير ولكن يبدو أنه في الأجواء مجال لفتح روسيا يعني عفوا المقطعة يبدو أن روسيا يعني إذا تم ضرب أي جزء منها يعني سترد برد كبير للغاية بتأكيد ودي طبعا بدنا نتكلم في السياسة الردع اللي هو معناها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نجحت في أزيل استراتيجية بأنها بدأت تجر روسيا إلى مفهوم حروب التقليدية الحديث يبدو عن الحروب النووية يعني بدنا في حروب تقليدية ولكن أنا في ظن أن أوكرانيا طبعا لن تستطيع أو لن ترغب حتى إذا حصلت على هذه السواريخ أنها تضرب موسكو لأنها ستكون طبعا إشارة السعي إلى التجهيز النووي قبل موسكو يعني يبدو أن الولايات المتحدة تدرك أهمية عدم إرسال أي أنظمة صاروخية من الممكن أن تصل إلى الأراضي الروسية لأن هذا سيكون تحول كبير في الحارب بالتأكيد ولكن جزء من هذه الاستراتيجية هو الإبقاء على الاستنزاف باعتبار أن الولايات المتحدة أشارت إلى أن هناك تفعل بأسلحة متطورة أو طويلة تصل إلى موسكو ولكن هذا لا يعني أن الاستنزافة مستمر وكلام طبعا زلينيسكي كان مهما عندما ظهر طبعا الشرق الدمباسي وأشار بأننا لن نصمت ولن نقف وسنطالب بإرجاع كل إقليم قد احتلته روسيا ويبدو هذا الأمر مستمر باعتبار أن الأوكرانيين غير متراجعين عن عدم التفريد في الأرض الأوكرانية وهذا طبعا يقدم ردا ودحا إلى السياسي الوقائي هنا ريكي سينجر في ما قاله في دافوس باعتبار أن على أوكرانيا أن تعطي بعض من الأقليم في مقابل ناعة حق السلام مع روسيا نعلم تماما دكتور أشرف يعني لنا خبرة يمكن من سوابق تاريخية بالعقلية الروسية يعني يبدو أن روسيا لن تتراجع عن السيطرة على شرق وجنوب أوكرانيا تحت أي ضرب والخبراء العسكريين يقولون أن التقدم بات كبيرا للغاية فيما تعلق بالسيطرة على هتين المنطقتين الجنوبية والشرقية في أوكرانيا هل تعتقد أنت أنه من الممكن أن يتغير الوضع أم لن ترغب روسيا في تغييره وستستمر في هذه المحاولة حتى تسيطر على ما تريده من أوكرانيا العقيدة الروسية في تغيير شكل الخطة منذ انسحاب كييف والبحث عن انتصار لموقف عوضا عن ما حدث في بداية العملية الحقيقة من الكلام حضرتك يعني نرى أنه يتفق مع العقيدة الروسية أنها ستكمل لاحتلال طبعا دونباس وماريبول وتحقق السيطرة كما هو الأمر مشاهدا أو ملموسا ولكن النقطة المهمة التي ما زالت نتحدث عنها هي عقيدة الأوكرانيين في مواجهة عقيدة الروس عن هذه الحالة هناك بعض الأمور يجب أن نرصدها بعض الجنرالات الروس يقدموا انتقادا للعملية في التلفزيون الروسي بعض أحد السياسيين قد طرد من الاجتماع كان في بوتين باعتبار أنه انتقاد العملية الجيش الروسي بعضه يأتي الزميا وبعضه يأتي بتعاقد في هذه الحرب بينما الأوكرانيين يدفعون عن أرضهم بعقيدة واضحة ليست بتعاقدات مع عسكريين يأتون للدفاع عن الأرض المقابل مرتب أو فلوس الحديث الآن هو أن عقيدة الأوكرانيين مع الدعم الأمريكي أو الأطلنطي المستمر والذي لن ينتهي سيستطيع أن يؤكد نجاحات للأوكرانيين في المستقبل وترد طبعا قوات الروسية الغازية هذا العمر قد يأخذ 22 يأخذ 23 ولكن في النهاية الاستنزاف الروسي هو الفيصل وهنا نقدر نقول في بداية 23 نحدد عدد الأيام التي يمكن أن يبقى فيها الجيش الروسي في أوكرانيا من العام 23 قد ولكن بكل التحليلات أو التقييمات بما فيهم تقييمي أنا أستطيع القول أن روسيا لن تكون موجودة في أوكرانيا مع العام 24 باعتبار أن الأمر سيكون لم تكون موجودة حتى في المناطق الشرقية والجنوبية حتى في المناطق الشرقية لأن طبيعة الأسلحة التي ستأتي مع الضغط على الميزانية في 23 إذا استمر الروس لن يستطيعوا أن يمولوا هذه الحرب وطبيعة التمويل وبعدين أنا أتعرف شادي بيء فيه ملاحظات بشوفها جدا في الفترة اللي فيها تدية طبيعة استياض المركبات والدبابات والقطع العسكرية الروسية سواء كانت البحرية أو البرية بل أن تكون شاهدة على العيان بأن الأوكرانيين يملكون طبعا كثير من الأدوات وده متعومة من دعم غير مباشر وغير مباشر وخصوصا تأتي الدفع من بولندا وده اللي خل رمضان قدرعوف يتحدث على أن الدولة القادمة ستكون بولندا تكر أن الدخول في فنلندا والسويد في اجتماع مدريد القادم سيفتح مجالا ضخما وكبيرا لدعم غير محدود للأطلنطي ويبدو أن الأطلنطي في الأيام القادمة سيكون أكثر وجودا في تحييد أو تحجيم الوضع الروسي في أوكرانيا من عمليات النوعية سيكون حلف الأطلنطي مقدما نفسه كقوة كبيرة تدير أزمات ليست في أوروبا فقط كالأزمة الروسية ولكن إذا ما حرست أزمات المستقبلية مع الصين في المحيط الهادي أو المحيط الهندي فده تغايل كبير سيحدث في المستقبل طيب دكتور أشرف أيضا البعض يرى أن النظام الأوكراني الآن يمكن يشعر بإحباط نتيجة لعدة قرارات تم اتخاذها أو عدة تصريحات بالأحرى يعني على سبيل المثال فرنسا صرحت أنه لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل عشر أو خمستاشر عام كل ما تطلب أوكرانيا من أسلحة هجومية يتم الربض عليه بالربض أخيرها الأنظمة الصاروخية التي رفض تقدمها لها الرئيس الأمريكي جو بايدن الحزمة السادسة من العقوبات من الاتحاد الأوروبي فشلت وهو فشل متكرر إذن النفط الروسي ما زال يتدفق الغاز الروسي ما زال يتدفق وكل هذا سبب إحباطا للنظام في كياب طبعا بالتأكيد ولكن ليس كل ما يقال هو الحقيقة يعني ما نقدرش نقول أن الأوكرانيين حصلوا على أسلحة تستطيع أنها تقاوم طبعا الوجود الروسي في أوكرانيا هي الأسلحة الدفاعية إلى الآن وفقط الأسلحة الدفاعية ولكن بريطانيا تحدثت عن فتح البحر الأسود للتصدير من مناء أودسا ويمكن يكون الضغطة الكبيرة أو القادمة ده على المسؤول اللي هو من رومانيا اللي هو مسؤول في حلف الأطلنطي أعلن اليوم بأن حلف الأطلنطي لن يقف ساكنا أو ساكتت ساكنا أمامه الضغط الروسي ممكن أن يستمر لأن شهيد الدولة الروسية أو القيادة الروسية بدأوا يفكروا مرة أخرى على أنهم ممكن أن يحتلوا كييف يعني ممكن أن يبدأوا فيها الوصول إلى كييف وطبعا فيها أواصل من الأطلنطي فتحت سفارتها مرة أخرى في كييف وبالتالي كييف أصبح خط أحمر الحديث على أن ممكن روسيا تتقدم في دول مثل البلطيق أو فنلندا أو بولندا هذا عمر بدأ يفتح مجالات مخيفة لسانيريوهات أن يتمدد الجيش الروسي فيه أكثر من منطقة وبالتالي الأطلنطي يبدو أنه بدأ يستعد لزيد السانيريوهات القادمة أنا في ظني أن التحركات القادمة من أسلحة دفاعية إلى فتح ميناء أودسا يمكن سيكون التحدي القادم ولكن بشكل أو آخر ولكن نعلم طبعا أن روسيا بتحاصر الموانئ الأوكرانية ومن الممكن لهذا أن يتسبب يمكن فيه مواجهة مباشرة إذا حدث ربما البريطانيين بدأوا يستعدوا أو الأطلنطيين بدأوا يستعدوا إلى أنهم سيكون هناك حديثا عن مواجهة يعني ليست طبعا بشكل ضخم أو كبير ولكن يبدو أن الأطلنطي سيدخل في اشتباك ربما قريبا لإعطاء رسالة للرادع لروسيا بأن الأمر لن يتجاوز على الحدود وإذا ما تجاوز سيكون هناك تدخل هذا قرأت للمشهد الآن في الفترة القادمة ولكن الأوكرانيين سيكون دايما هي الأداة التي تنفذ ربما الأطلنطي في مقاومة الجيش الروسي في تقليل تقدمه في بطء تقدمه وفي استنزافه قدر الإمكان وهو موضوع الاستنزاف ده بدأ يدينا مؤشر لأننا ندخلين على الشهر الرابع يعني خلاص فبالتالي بدنا نبدأ في الشهر الرابع ده معناه أننا نتحدث عن فترة حرب واستنزاف طويلة قادرة على استنزاف الجيش الروسي دليل على ذلك أن روسيا تلت القوات فقدت في هذه الحرب إلى الآن وده طبعا في ثلاث شهور فقدت التل فإذا ما استمرت إلى أكتر من سنة أفتكر أن الجيش الروسي سيكون في أزمة كبيرة وخصوصا أن الصناعات الحربية العسكرية أو الروسية تعاني من نقص جديد من التكنولوجيا كانت تمضي لها وتأتي إليها من الغرب وبالتالي هناك الآن قصور في الصناعات العسكرية الروسية شكل الاقتصاد الروسي في 2020 سيكون مختلفا لأن الأوروبيين يستثمرون الوقت للبحث عن بدائل حركة المستشار الألماني منفتن الانتباه كان في أفريقيا الأمير قطر ظهروا في ألمانيا الجزائر مع إيطاليا مع أسبانيا في حديث على أن الدول الأوروبية الآن بدأت تتكلم عن بدائل لسوق النفط والغاز وأنا أفتكر أن فيه اقتصاديات في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا ربما إذا كانت هذه الأزمة في الوقت القصير تمثل ألما شديدا ولكن ستفتح خيرا جديدا لأن الدول الأوروبية ستبدأ بفتح استثمارات كبيرة خصوصا مع الشمال الأفريقي لأنه سيصبح مصدرا مهما وآمنا باعتبار أن السلطات السياسية تبدو أنها أكثر استقرارا في الشمال الأفريقي للتعاون مع أوروبا في المستقبل وهذا ربما سيدفع الأوروبيين إلى أن يزيدوا من الزيارات إلى الشمال الأفريقي وأنا أقصد المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر ستكون دول مهمة جدا في المعادلة القادمة وده سيحمل خيرا كبيرا لتبادلات اقتصادية في المنطقة أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل كنت معنا الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقناة أكستر نيوز شكرا لوجودك معنا شكرا بشكركم مشاهدين الكرام واللقاء الآخر عبر سكايب أيضا سيكون مع ريهام السهلي والأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي لكي يتحدث عن تدعيات هذه الأزمة اقتصاديا ابقوا معنا دائما على شاشة أكستر نيوز حديث الأخبار ما زال معكم شكرا لكي يتحدث عن تدعيات هذه الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن المراضي من الناحية الاقتصادية وتأثير تلك الأزمة على الاقتصاد العالمي طبعا جميع الدول بتعاني من التضخم والركود وارتفاع في أسعار السلع والطاقة ونقص في الغذاء كل التدعيات الاقتصادية للأزمة هلنقشها مع ضيفي الأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي عزيز محمد أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا بيك أهلا بيك قولي في البداية بتشوف إزاي التوقعات بزيادة الأسعار وارتفاع التضخم العالمي في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية طيب هقول لحضرتك على حاجة للناس اللي بيلعبوا بوكس يعني فالاقتصاد العالمي كان خد بوكسين كده بتاع كورونا وبتاع التضخم ثم جات الضربة الأضية بالحرب الأوكرانية الروسية فتأثيرها كان مضاعف لأننا كنا خارجين بالفعل من أزمتين أو بالحاول نتعاف من أزمة كورونا وكان الحلول بتاعة أزمة كورونا في أمريكا كان فيها انفاق شديد بزيادة وبالتالي نتج عليه تضخم لما يبقى فيه بيئة تضخمية إذن في عام 2022 هو عام تضخم بمتياز على مستوى العالم وكان فيه بيئة عالمية تضخمية ده العامل الرئيسي الأقتصادي الحزم في هذا العالم لما في هذا الظرف الاستثنائي ينفجأ بأن المواد الأساسية سواء كانت مواد غزائية أو مواد صناعية يعني إذا كان مشتقات النفط أو الحبوك والمواد الغزائية الأساسية ينقطع إمدادها إلى السوق العالمي فيه ظرف استثنائي مرتبط بإتفاع معدلات التضخم إذن فإحنا بنزيد من لغيب الأسعار بشكل فج جدا وبشكل يتأثر منه الأفراد الأقصر حشرشتا والدول الأقصر حشرشتا وهي دي مشكلة الوضع الحالي إن اللي تسبب في الأزمة هو الأقصر قدرة على التمويل يعني إذا كانت أوروبا أو أمريكا أو الدول الإلغانية في الشرق الأقصى يمكن لها تدبير الموارد المالية بطباعة اللغط أما باقي دول العالم فبتواكه أزمة مضعفة لأن بالفعل إحنا كنا فيها هذه المشكلة المرتبطة بالتعافي من التضخم وإرتفاع معدلات التضخم وبنواجه الآن بنقص الإمدادات للمواد الأساسية النهاردة الاتحاد الأوروبي يعني فشل مجددا في الاتفاق على حظر النفط الروسي وده من خلال قمة قادة وزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل كمان رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين قالت أنها لا تعلق أمالا كبيرا على إمكانية تجاوز دول الاتحاد الأوروبي للخلافات الموجودة فعلا ما بينهم هل هناك بدائل أمام أوروبا للحصول على وقود بعيدا عن روسيا؟ كلام عظيم قوي شوفي حضرتك أولا أسعار النفط النهاردة مرتفعة جدا هي بستمرة بالاختفاع بقالها الفضل النهاردة نحن بكنت خام برينت بـ 117 جروب لسعر اللحظي الآن في معلومتين كده نوعةهم في الزين هناخد بالنا ليه الظرفة في أوروبا شكرا عن problematic أكبر دولة عندها احتياطي وغاس طوير دلوقتي في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية وتاني أكبر دولة تنتج وعلا و sailه تبقى رقم واحد هي الولايات المتحدة دي كده المعلومة Leila دي فيها جنب المعلومة رقم اتنين ألا وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله بيتحول من الوقود الإحفوري اللي هو النفط والغاز إلى الوقود المتجد في طاقة شمسية وخلافة طيب يبقى فيه قوة عظمة عندها كنز غاز طبيعي قيمته على الأقل التريليون جنيه التريليون دولار هل هتحولوا إلى الطاقة المتجددة من غير ما يبقوا للعالم طبعا بالتأكيد لا يستغلوا كل قواتهم السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بحيث أن هم يلحقوا يبيعوا هذا الغاز للعالم عشان كده هم كانوا بيضغطوا على أوروبا ما قبل الحرب في 10-15 سنة على الأقل أن هم يتخلصوا من استخدام الغاز روسي ويجدوا بداية أخرى والبداية الأخرى هم يقصدوا بيها من نفسها وهم دلوقتي بالفعل الشركات الأمريكية هي دخلت بحوالي بنسبة 80% عملت استبدال للـ 80% من الغاز الرايح لأوروبا لكن السؤال هل الأسعار اللي بيمتوا بيها لأوروبا دلوقتي أسعار مستدامة حيث الأمر لا هي مكلفة جدا للأوروبيين وسعرها يزيد عن 200 أو 250% عن السعر إذن أمريكا مستفادة جدا من الوضع الحالي بتبيع الغاز الطبيعي بتاعها للعالم وتحديدا لأوروبا قبل ما هي تتحول للتقر متجددا فالكنز ده يبقى في الأرض مالوش لازمة ولكن أوروبا بتدفع هذا الزمن وده أمر مش بستدام يعني بعد ما نخلص من هذه الأزمة وبعد ما يبقى فيه يعني تلطيف للأجواء ما بين روسيا وما بين الاتحاد الأوروبي حتما هتشتري أوروبا تاني غاز من روسيا لأن ساعتها القول الفصل هيبقى للحسابات المالية والاقتصادية الآن القول الفصل للحسابات السياسية وبالتالي بيشتروا من غاز طبيعي بأكثر من دعفين تام لكن في الوضع الطبيعي لا ستعرف تبيع لحد أوروبا ولا أوروبا ستعرف تشتري من حد الروسي هل تخلي أوروبا عن الغاز الروسي هيؤثر سلبا يعني على مستقبل العلاقات ما بين روسيا فعلا وهذه الدول في المستقبل بعد أن تنجلي هذه الأزمة هل سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي يا أستاذ محمد يعني خذي بقى لحضرتك أن لو فورا مثلا قلتنا أن العملات العسكرية انتهت باكرة انتهت بكرة المهم للعالم والبيئة الأعمال والاقتصاد مش أن العملات العسكرية تتوقف هو أن خطوط الإمداد ترجعت كما كانت يعني يبقى فيه تضفق تاني للحجوب من روسيا ومن أوكرانيا عالي دا هيحصل فورا الأمر مش ساعد يبقى فيه تضفق تاني للغاز الطبيعي والمحروقات بشكل كما يتطلبوا الطلب وليس الانتاج لأن فيه في فجوة دلوقتي الانتاج أقل من الطلب بحوالي 3 مليون برميل يوميا وبالتالي هل دا هيحصل فورا برضو فيه تشك إذن الأول يعني ندخل مرحلة التوقف على العمليات العسكرية ثم يبقى فيه اتفاق سياسي يوحد إرادة الطرفين لأوروبا روسيا من ناحية والأحاد الأوروبي من ناحية يستدبعوا لاحقا استخدام الموارد الاقتصادية لكلا الطرفين بشكل مناسب لأن زي ما قلت لحضرتك أكيد مليون في المية هيبقى فيه عودة للتضفق ممكن يكون التضفق للغاز الروسي مش بالنسبة اللي كانت قبل ذلك لكن لازم هيرجع تاني لأن دا الأوفر لأوروبا وده الأفضل لروسيا لو عايزت فيها لازم راحة للصين أو للهند هتحتاج لإمة مد خطوط مد من المطالة الأوروبية الروسية إلى المطالة الأسيوية أو أنها تسايله وبالتالي في الحالتين فيه تكليفها مضعفة يضاف إلى ذلك أنهما بيضطروا دلوقتي أنهما يبقوا بإسكاول بخصر 25% علشان خاطر يخرجوا من الحظ اللي عليهم بسبب الوقت يبقى الوضع الحالي هو وضع ترتفع فيه إرادة السياسة فوق الشؤون الاقتصادية وفوق الشؤون المالية البنوك المركزية في عدة دول وفي مقدمتها يعني البنك الفيدرالي الأمريكي رفعوا أسعار الفايدة هل ده هو الحل الأمثل للخروج من أزمة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار شوفي أنا أقول لأ حضرتك عن حال حضرتك الصين وأنا أمريكا حضرتك معاك مخزون نجي يعني معاك 3 تريليون ونصف دولار 3500 مليار دولار أنا أمريكا أنا بقى عندي تضخم 7% 8% 10% يعني معناها ببساطة أن أنا خسرتك بسبب التضخم اللي عندي خسرتك 10% من إحتياط النقد التاعي وهنا ده السبب فيما أعطتنا أن عدم تعجل أمريكا لمعالجة التضخم بشكل فولي لأن هي بتجني مكاسب اقتصادية لكنها في الأساس هي سياسية بخصم من رصيد للاحتياطيات النقدية للدول المنافسة لها في المرحلة القادمة ده ده اللي كان بيحصل طول السنة اللي فائدة لكن ابتداء من المرحلة الحالية بدأ ياخد الفيدرالي مضطر أنه هو يبدأ يرفع الفيدة الحل الوحيد أنه هيكون فيه رفع متماسل للفيدة للبنوك الرئيسية الثلاثة على الأقل الباق الفيدرالي الأمريكي البنك أوف إنجلند البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي بشكل بشكل تتابعي بدأت بريطانيا قبل الفيدرالي والفيدرالي ضحق بها ثم الأوروبي هيبقى في السين لكن هيواجه المشكلة لما هيوصلوا في اعتقاد الفيدرالي لما هيوصل عن المساو ما بين 2.5% 3% مشهد رفع معدل الفوائد أكتر من كده رغم أن التضخم هيكون لسه عالي في حالة 5.5% من 5.5% لستة ونص لأنه لو رفع الفوائد أكتر من كده ده هيدخل هيدخل الاتصاد الأمريكي في حالة رقم وهيبقى رقود تضخم يعني بعيدا عن اللجوء لأسعار الفيدة فعلا إيه المطلوب للخروج من الأزمة دي هو الحقيقة يعني المسألة مؤقتة أولا لازم يكون فيه التكاتف ما بين البنوك المركزية وتوحيد السياسة المالية بشكل كبير ما بين الدول العالم كلها علشان خاطر ما تتأثرش الدول النشأة بشكل مضاعف وده اللي خل البنوك المركزية ومنذبناها البنك المركز المصري أنه يستجيب لأزيل بيئة تضخمية وأزيل بيئة من رفع معدلات الفايدة لأنه رفع معدلات الفايدة واحد في المية ثم اثنين في المية لاحق ده بشكل أولي الأمر الثاني والمهم جدا أن يبقى فيه تسهيلات اقتمانية للدول الأكثر تأثرا من الدول النشأة من المؤسسات الدولية بفواية سكرية أو بفواية مددنية لأن الأسواق النشأة هي الأكثر تأثرا بالبيئة التضخمية الحالية وبه ترفع معدلات الفايدة إلى أن يستقر معدل الفايدة مع معدل التضخم وده مش هيكون قبل منتصف 23 يعني فإحنا لسه أمامنا عام بتكافئ فيه بلوك المركزية السيطرة على التضخم بدون إدخال الأقصاديات في حالة ركوب إحنا بالنسبة لنا فمصر مش هندخل في حالته يعني إحنا هنقدر نعمل إن شاء الله في حدود الخمسة كلمة معتلم وده بالنسبة لنا معتلم جايب للغاية في ظل معركة محترمة بالشكل أنا أقول لحضرك علي شبهتالك بماتشي بوكس خدنا ثلاث لكمات متتالية كورونا ثم التضخم ووراق الفايدة ثم حرب أوكرانية ورسلية وبالتالي لما نقدر نحاق خمسة فلمية معدل نموه في ظل حسين الظروف ده بالنسبة لنا أمر جاية لغاية ومساعدة وأنا متفائل من الموضوع هذا بالنسبة وممكن في أخبار كيدة قريبا أن يتم الاتفاق على البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي ضمن توجه صندوق النقد الدولي لمساعدة كافة دول الأسواء النشأة في الخروج من هذه الأسل مدى تأثير أستاذ محمد العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ضد روسيا على الاقتصاد العالمي تأثيره يعني على روسيا أولا هو هيبقى تأثير مخوصة المتحدة ممكن مش موظور دلوقتي لكن كل تأكيد هيبقى دوا تأثير لاحق لأنه هيؤدي إلى حدوث انكماش في الاقتصاد الروسي حتى لو ده مش بين دلوقتي مثلا على سعر العمنة الروسية لكن هيبقى لاحق أما شكل العقوبات بشكلها الحالي تأثيرها على الافصاد العالمي تأثير كبير لأن آخر التقارير آخر تقارير صادق من البنك الدولي من صدوق أو في الاجتماعات السابقة في الاجتماعات الربيع يعني كلها خفضت توقعات معدل النمو وخفضتها بالنسبة مش قليل وبالتالي ده اعترف ضمني أن السياسيات التي تنتاجها الدول القيادية في المشهد الإنصابي والسياسي العالمي مأثرة على معدل النمو العالمي لكن بيرتفع الآن صوت السياسة أو صوت الشؤون الجيروس التراتيجية على الشؤون الاقتصادية والمالية وزير المالية الروسي شدد على أن بلاده هتسدد ديونها المالية بموجب سندات دولية بالروبل الروسي هل تعامل روسيا بالروبل وفرضه على الدول المتعاملة معها بيعكس أن احنا بصدد نظام اقتصادي عالمي جديد لا يعتمد على الدولار كعملة رئيسية فقط سؤال جميل جدا نظام العالمي سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى الصالح أنا في اعتقد أنه دلوقتي يتم التحدي ولا ستغييره في فرق جميل ما بالليل التحدي النظامي يعني فيه قوة دولية وما أربعة بتحديد ألمانيا وروسيا والصين واليباني هذا الرباعي يعني بيتحدى النظام لأنه عايز مكاسب أخر شايف أنه يستحق مكان أكبر في داخل النظام الدولي من الجانب الآخر بريطانيا والولايات المتحدة الملكية يحاولوا يتماشوا مع هذا التحدي ويستمروا في السيطرة على النظام الدولي ونحن هنا نتكلم على الشقق المالي فقط ليس على الشقق السياسي ستحاول هذه الدول وعلى رأسها الروسيا دلوقتي هي اللي خدت المقدرة في هذه الصقوف أنها توجد لنفسها بداء المالية بحيث أن هي ما يبقاش عندها يعني بالبلد كده ما يبقاش دراحها من السهل أنه يتلوي بين نظام المالي العالمي ونظام سوفت والأمور اللي كلها يلاحظ يلاحظ أن في العشر سنين الماضية بشكل تراكمي احتياطيات الدولية من الدولار الخفض بنسبة عشر فنية يعني الروك المركزية اعتمدها على الدولار الخفض بنسبة عشر فنية كاحتياطيات دولية دي إشارة أن الاستراتيجيين في هذه الروك المركزية يرد ضرورة المرونة ما بين العملات أو ما بين العملات وما بين البعات المنفيسة أو ما بين العملات وما بين الوصول حتى الرقمية نحن ندخلين على العالم الخالص ده في حد ذاته فتح الباب وشجع اثنين السنين روسيا الروبل ومحاولة فرد التعامل باليوان بطريقة رقمية لأن هما جاهزوا بنية التحتية بالكامل الداخل بالتعامل باليوان الصيني اللي هيجي بعد كده اليوان الصيني الرقم اللي هيجي بعد كده يتعامل مع الصين ويتطول منها قضاعة وكلام ده كله هم هيقوم سهلين له التعامل بلوان الصين بطريقة رقمية هل المنظومة الدولية هتقبل ذلك؟ عشان كده أقول لحضرتك هنا فيه تشالنجين مش تغير بشكل حد أنا في أعتقادي أن بعد ما نأخذ من أزمة الدقم الحالية الفيدرالي الأمريكي والإي سي بي والبنك المركزي الأوروبي هيعقلوا بإصدار الدولار الرقمي واليورو الرقمي نرى ده هتبقى الأداة بتاعتهم ده يعني التماشي والتناغم مع هذه المتغيرات بحس أن الروس والصينيين ما يكلوش منهم نصيب كبير من تورت النظام المالي العالمي لأنني أحب أقول دائما الـ USD يساوي USA يعني ما فيش دولار مسائطر على النظام المالي العالمي يبقى أمريكا هتخسر سيسين كتير هتستمر فيه إلى أقصى مدى وإلى أقصى قدرتها لفاعل النظام المالي الحالي المرتكن والمرتكس على أطلاق المالي من ضمن طبعا صعوبة الوضع الاقتصادي اللي بيعاني منه العالم الآن أزمات سلاسل الإمداد وسلاسل التوريد وارتفاع طلب المستهلكين بتشوف إزاي تأثير العاملين دول على ارتفاع الأسعار يا أستاذ محمد المنتصف أنا مسمعش حالك واسع أنت بتسأل كنت بسأل عن سلاسل التوريد يعني وسلاسل الإنتاج ودي أزمة بيعاني منها يعني العالم كله الآن ده تأثيره إيه على ارتفاع الأسعار طيب ده يعني ده زاوية أخرى من الأسبوع والله المواطن المصر صعبان عليها من كتل المشاكل اللي العالم فيه ده زاوية الأسعوية للموضوع دلوقتي اللي هو يعني العالم كله بدأ يخرج من كوفيد بينما كوفيد منتشرة جدا في الصين فأحد أكبر المدن الصناعية والمواني في الصين اللي هو ميناء ومدينة شنطهاي كانت مقلقة لتريباً خمسة وعبين يوم مدينة ضخمة جداً وميناء ضخمة جداً ده أدى إلى اضطراب مضاعف لثلاثة إمتادة التوريد وأدى إلى إصرار الإدارات العليا للمصانع الكبيرة في العالم إلى خروب استثماراتها مؤسسة وهنا في فرصة المصر أننا لازم نستغل لها لأن استثمارات دي بتبحث على أماكن جديدة لتوجدها اللي تم حتى الآن هتلاقي أن ديوتا راحت بتصدق في أمريكا سامزونج راحت بتصدق في أمريكا دلوقتي في شركات كتيرة جداً للشرائح الإلكترونية خرجت من هونكون وخرجت من تايوان وبعدها راحت أمريكا وبعدها راحت توقف هنا في خروج للإستثمارات من الصين على عكس ما كانوا بيحصل في 50 سنة الماضي وبتاني وأكد أن هنا في فرصة ذهبية في مصر للتواصل مع الإدارات العليا لعزيز الشركات لأنهم بالفعل يبحثوا عن موطق قدم جديد ووفر لهم الاستدامة ووفر لهم المعدة الأرباح جيد شبيه للوضع الصيني وإحنا عندنا فرصة ذهبية آخر حاجة شايف مستقبل الاقتصاد العالمي إزاي ما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية أولاً كده هنقول أن يعني فيه ارتفاع لمعدلات الفايدة هيستمر معنا الفجراء الأمريكا هيستمر أنا بيعتقد أنه هيصل لأقصد 3 مدينة ومشيطة يرفع المعدل الفايدة أكثر من كده ساعتها التضخم في أمريكا يكون ما بين 5.5 إلى 6.5 هنا هنبدأ ندخل في مرحلة توازن السبات ومحاولة السيطرة في التضخم على التضخم بآليات أخرى إذا هذا حصل هيبقى فيه فرصة للعودة النمو على الجاية الاقتصاد العالمي وأنا دايماً بقول إن إحنا كمصر نقدر نحقق بحد أقصد 5% معدل نمو محلي للنظر القوم المصري حتى لو فيه اضطرابات دولية لو إحنا شغالين فول باور يعني تتقطنا القصر لكن عشان أقدر أحقق 6% و7% و8% لازم يكون فيه معدل نمو صادي عالي جدا عشان أعرف أصدر وعلى شون خاطر يبقى فيه مرور للباريجات عندي في قناة سويس بشكل مضاعف لإرادات أكتر وهكذا وبالتالي إحنا كنا نحن نقدر نحقق دلوقتي 5% في هذا العام الصعب لحد نهاية 23 أو على الأقل المقتصد 23 2023 دقا هيبقى بالنسبة لي أمر جيد جدا لكن لازم في هذه المرحلة نكون مجهزين نفسنا باكتزاب استثمارات أجنبية مباشرة تنطلق فورا للعالم والتصدير مع بداية الدورة الاقتصادية الجدوة ممتاز أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي شرفتنا فأنا شكرا لك قبل ما أسابكم أقول لكم أنه لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق extra news من خلال apple store أو google play أو من خلال qr code الظاهر على الشاشة شكرا لمتابعتكم وأشوفكم إن شاء الله في حديث الأخبار غدا إلى اللقاء اشتركوا في القناة